لما فر من الرد الإيراني، رسالة يتشاركها القادة السياسيون والأمنيون في إسرائيل والولايات المتحدة على وقع تهديدات سهران المتصاعدة بالثأر من الهجوم الإسرائيلي لاستهدف القنصلية الإيرانية في دمشق الاستعداد للرد الإيراني المحتمل إثر اغتيال قائد فيلق القدس محمد ردا زاهدي ونائبه محمد هادي رحيمي بلغ ذروته إذ دفعت الأبيب وواشنطن إلى رفع حالة التأهب تحسباً لاستهداف المصالح الإسرائيلية أو الأمريكية في المنطقة بسؤولون أمريكيون كشفوا لشبكة سي بي اس نيوز الأمريكية عن أن إسرائيل والولايات المتحدة مقتنعتان بأن إيران تستعد للانتقام وقد تستهدف إحدى السفرات الإسرائيلية بصوريخ كروز وطائرات بدون طيار التقديرات الاستخباراتية الأمريكية ترجح أن ترد إيران بضرب منشأة دبلوماسية إسرائيلية قبل نهاية شهر رمضان دون أن يتم تحديد المكان الذي ستنطلق منه الصواريخ سواء كان من إيران نفسها أو من قواعدها في سوريا والعراق وفقاً لتقرير سي بي اس نيوز تل أبيب تعاملت بحرص شديد مع هذه النصائح وقررت الأغلاق المؤقت لـ 28 بعثة إسرائيلية حول العالم وصدرت تعليمات للمبعوثين بعدم الذهاب إلى مقار عملهم في ظل مخاوف الدبلوماسيين الإسرائيليين من تحويلهم لأهداف رئيسية لإيران حسب ما ذكرت صحيفة يادعوت أحرانوت القلق من استهداف إيران للداخل الإسرائيلي دفع السلطات المحلية إلى إصدار أوامر أخرى لتحديد وتقييد حركة العمال داخل إسرائيل إلى جانب الأنشطة اليومية البسيطة كالتوجه إلى صارة الألعاب الرياضية أو المتاجر وهما تسبب في حالة من الهلع أما طهران فلا تزال تستخدم لهجة التصعيد والوعيد إذ جدد القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي تأكيده أن إسرائيل لا يمكنها الهروب من العواقب دون أن يقدم أي مؤشر آخر عن كيفية أو متى قد ترد طهران ولم تختلف الأوساط الشعبية والسياسية عن ضرورة الرد واتخاذ رد فعل جدي لردع إسرائيل عن تكاري مثل تلك الهجمات ويحذر مراقبون من أن تؤجج تبعات الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق الصراع في الشرق الأوسط الذي بدأ يتمدد بالفعل عن رقعة غزة اشتركوا في القناة